حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن أبي شريح الخزاعي وكانت له صحبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيدي بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيامين وجائزته يوم وليلة ولا يحل للرجل أن يقيم عند أحد حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله فكيف يؤثمه قال يقيم عنده وليس له شيء يقريه حتى حجاج وروح قال حدثنا أبن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي وقال روح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالها ثلاث مرات قالوا وماذاك يا رسول الله قال الجار لا يؤمن الجار بوائقه قالوا وما بوائقه قال شره حسنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد يعني المقبوري عن أبي شريح العضوي أنه قال لعمري ابني سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدى من يوم الفتح سامعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيني حين تكلم به انحمض لها وأثنى عليه ثم قال إن مكة تحرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل الامر إن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص القتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله عز وجل أذن لرسوله ولم يأذن لكم إنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب حثنا حجاج وأبو كامل حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذني وأبصرت عيني حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاث فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال أبو كامل ولا يثوي عنده حتى يحرجه دثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبن إسحاق ويزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيانا بن أبي العوجة قال يزيد السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يزيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدمين أو خبل الخبل الجراح فهو بالخيار بين أحد ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فاخذوا على يديه فإن فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقط لفله النار خالدا فيها مخلدا حثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن مسلم بن يزيد أحد بن سعدي بن بكر إنه سمع أبا شريح الخزاعية ثم الكعبية وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أذن لنا رسول الله يوم الفتح في قتال بن بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف فلقي رهت من ألغد رجلا منه ذيل في الحرام يا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم وكان قد وترهم في الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه وبادروا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيئنا فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا والله ما رأيته غضب غضبا أشد منه فسعينا إلى أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم نستشفعهم وخشينا أن كنا قد هلكنا فلما صل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل هو حرم مكة ولم يحرمها الناس وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس وهي اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل أول مرة وإن أعطى الناس على الله عز وجل ثلاثة رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل في الجاهلية وإني والله لا أدي أن هذا الرجل الذي قتلتم فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه يغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه فقمت إليه فجلست معه فحدث قومه كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم قال له عمرو بن سعيد قال قلت هذا إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفتتح مكة فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطبا فقال فقال يا أيها الناس أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوة والأرض فهي حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة لا يحل لمر إن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي ولم تحلل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها ألا ثم قد رجعتك حرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن لها عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحلل هلاكم يا معشر خزاعة وارفع أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع لأن قتلتم قتيلا لا أدي أنه فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير النظرين النظرين إن شاءوا فدموا قاتله وإن شاءوا فعقله ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتلته خزاعة فقال عمرو بن سعيد لأبي شريح إن صرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك إنها لا تمنع سافك دمين ولا خال عطاعة ولا مان عجزية قال فقلت قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد بلغت وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك فأنت وشأنك عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا علي بن عبد الله وأكبر علمي أن أبي حدثنا قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عطائي بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعطى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو طلب بدم الجهيلية من أهل الإسلام أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصر ترجمة نانسي قنقر